أكد مجلس رؤساء الكنائس في الأردن التزامه بالقرارات الحكومية المتعلقة بالحظ مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق الكنائس في المملكة وتعليق حضور المؤمنين لقداس يوم الأحد حتى الحادي والثلاثين من هذا الشهر وحتى تنقضي هذه الأيام الصعبة ودع المطران خريستوفورس عطل المؤمنين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الإعلام والصحة والأوقاف والداخلية إلى اقتصار العدد في الجنازات على الأهل بعدد لا يزيد على عشرين شخصا كما أصدر المطران وليام الشوم لمطران اللاتيني في الأردن تعليمات بشأن تعليق القداديس أيام الجمع والأحد في الكنائس المحلية موضحا سيادته بأنه ستبث قداديس أيام السبت المسائية وقداديس الأحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليتسنى للمؤمنين المشاركة الروحية من بيوتهم